حدثنا يعقوب قال قال أبي كما حدثني أبن إسحاق عن يعقوب بن عطبة عن مسلم بن عبد الله بن جند بن الجهاني عن جندبي بن مكيث الجهاني قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي كالبليث إلى بني ملوح بالكديد وأمره أن يغير عليهم فخرج فكنت في صريته فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا به الحارث بن مالك وهو أبن البرصاء الليثي فأخذناه فقال إنما جئت لأسلم فقال غالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت مسلما فلن يضرك رباط يومين والليلة وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك قال فأوثقه رباطي ثم خلف عليه رجلا أسود كان معنا فقال أمكث معه حتى نمر عليك فإن نازعك فاجتز رأسه قال قال ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد فنزلنا عشيشية بعد العصر فبعثني أصحابي في ربيئة فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر فان بطحت عليه وذلك المغرب فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على تل فقال لمرأته والله إني لأرى على هذا التل سوادا ما رأيته أول النهار فانظري لا تكون الكلاب واجترت بعض أوعيتي قال فنظرت فقالت لا والله ما أفقد شيئا قال فناوليني قوسي وسهميني من كنانتي قال فناولته فراماني بسهمين فوضعه في جنبي قال فنزعته فوضعته ولم أتحرك ثم راماني بآخر فوضعه في رأس منكبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك فقال لمرأته والله والله لقد خالطه سهمية ولو كان دابة لا تحرك فإذا أصبحت فابتغي سهمية فخوذيهما لا تمضغهما علي الكلاب قال وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم حتى إذا أحتلبوا وعطنوا أو سكنوا وذهبت عتمة من الليل شاننا عليهم الغارة فقتنا من قتلنا منهم واستقنا النعام فتوجهنا قافلين وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوثا وخرجنا سيرعا حتى نمر بالحريث ابن البرصائي وصاحبه فانطلقنا به معنا وأتنا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي أقبل سيل حال بيننا وبينهم بعثه الله تعالى من حيث شاء ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا حالا فجاء بما لا يقدر أحد أن يقوم عليه فلقد رأيناهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم منهم أن يتقدم ونحن نحوزها سيرعا حتى أسندناها في المشلل ثم حذرناها عنا فأعجزنا القوم بما في أيدينا ترجمة نانسي قنقر